معي عبر الهاتف من دبي موفد أخبار الآن إلى هناك مهجد أتا المساني مهجد مساء الخير انقل لنا من داخل مجريات الحدث بأين وصلنا الآن متى ستعلن نتائج مساء الخير ميتون تحية لك وراء المشاهدين طبعا نحن هنا من قلب الحدث من مدينة دبي للأستجيوهات أنا أعتذر أن لكون الصوت واضحا لا واضح تفضل طبعا صاحب السموة الشيخ محمد بن رسل الآن مكتومة اتتح الحسن قبل حسنة ساعة من الآن ولا اظهر الحسن مجتمرا الخضور الخبير كما قلت لك وشرفت باستساح مجموعة من الفنانين منهم الفنان حسين الجسمي والفنان من قبول العرب بهم الأساس في بعض الأغاني الشهيرة ثم الآن لجنة التحكيم ميثوم تتداول حول القرار النهائي من سيسود بالمركز الأول من المرشحين الخمس الذين وصلوا إلى النهائيات لمبادرة صنع الأمل أه ماجد في بعضك معي صاح ما تنسى الثلاث غيرها بحلوك طيب ماجد مين العالمين يعني اليوم عم نتوقع أكثر هو اللي يحتل المركز الأول يعني ماذا تسمع هناك طبعا إلى الآن اللجنة التداول وأيضا هناك فقرة لتصريف الجنهور سوف يكون الجنهور دور في تحديد من هو صاحب المركز الأول لكن إلى الآن ليس هناك أي دلائل من سيكون الفائز المرشحون الخمس يقفون على خشبة المسرح وننتظر حتى الآن الإعلان عن الفائز بس بعد قليل يعني الإعلان سيكون خلال دقائق ميثوم سيتم الإعلان عن الفائز طيب أنا أشكرك ماجد سنكون معك طبعا عند إعلان النتائج لنعلن الفائز بجائزة صانع الأمل العربي لعام 2018 أنا أشكرك مفد أخبار الآن ماجد ترمساني ترجمة نانسي قنقر